لكن في مسلمين اكتر منهم بيشكروا الازهر وبيقولوا انه انتصر للانسانية وهو ده المخاط بقى اللي انا كنت بكلمكم عنه مجتمع يولد من جديد ليعطي لكل زي حق حقه مجتمع يولد من جديد ليعطي لكل زي حق حقه مش عايز اطول كتير لان عندنا محور مهم في الحلقة هبتدي بيه عن القضية دي لكن عايز اقول انه نشوى الحوفي الكاتبة الصحفية الكبيرة دكتورة صحر الجعارة كثير جدا من الكتاب والمثقفين المحترمين كتبوا رأيهم في هذه القضية وقبل ما اقول لحضراتكم حاجة فيها بعض الافكار اللطيفة كده تكتبت برضو على وسائل التواصل الاجتماعي قبل ما سيب حتة البيان وحقراب التفصيل وحناخد مداخلات حقول شكرا للازهر وحقول انه ده ايضا عهد جديد يا ازهر تنتصر فيه للمواطنة وللانسانية ولم تعد تفكر بانه كل من يحاول ان يأخذ حقه خصوصا لو كان غير مسلم او غير تابع للفكر السائد هو بيعتدي على الوسطية وبيعتدي على الدين وبيعتدي على السوابت دي مرحلة من الفتوى بقول تاني من المركز مركز الازهر العالمي للفتوى بتدل على انتصار لمصر الجديدة